المسيح المسيح ولد من مريم العذراء ويدعى اسمه عم نئيل تفسيره الله معنا وهذا ما يقول الكتاب المقدس عن هوية وعن شخصية يسوع المسيح فإذن المسيح لم يكن له أب بشري المسيح ولد من عذراء كما قال الملاك الروح القدس يحل عليك طبعا في مسميات كتير للمسيح في هذا الصدد فالمسيح هو ابن الله المسيح هو كلمة الله طبعا تقولون المسيح هو روح الله لكن الكتاب يقول المسيح هو صورة الله الغير منظور المسيح بهاء مجد الله المسيح هو جوهر الذي بيحمل التعبير العبير الإلهي رسم جوهر يعني إذا عاوز تشوف الله بتشوفه من خلال شخصية المسيح طبعا الشخصية اللاهوتية وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره اللي بعبر عن الطبيعة الطبيعة الإلهية وطبعا في مسميات كثيرة يدعى المسيح ابن الآب يدعى الابن الوحيد لتميز المسيح مكتوب الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر طبعا ابن محبته لأنه يعلن محبة الله محبة الآب للجنس البشري أو كما قال الله الآب عن المسيح هذا هو ابني الحبيب أو كما قال يسوع أبه يعني التخصيص مش بالجمع لكن بالمفرد ترجمة نانسي قنقر